يا فعال لما يريد أن تبتلى بما جاء يكشيها أن تبتلى بما جاء يكشيها أن تبتلى بما جاء يكشيها لك الحمد كذا رضي ولك الحمد كذا رضي ولك الحمد كذا رضي ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين نشكو إليك ونتوق إليك نحن الطعفاء وأنت القوين نحن الفقراء وأنت الغني نحن الفقراء وأنت الغني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعت مدرية الأوقاف والإفتاء والشؤون الدنيا في مدينة الباب الأسبوع الماضي إلى صلاة الاستسقاء عن هذا اليوم الجمعة بعد أن دعت الناس إلى التوبة إلى الله عز وجل ورد المظالم وصيام ثلاثة أيام وصلاة الاستسقاء هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى صلاتها عند تأخر نزول المطر وقد تأخر نزول المطر في بلادنا إلى أن وصل الأمر إلى ضرر في المحاصيل الزراعية وعاد هذا الضرر على الناس فدعت مدرية الأوقاف أقامت مدرية الأوقاف هذا اليوم بعد صلاة الجمعة صلاة الاستسقاء في كل مساجد المدينة داعين وراجين الله عز وجل أن يغيثنا من عنده وأن يتوب علينا ويصلح حالنا ويغير أحوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنه بعلم ولا الضال وإن يمسسك الله بضر انت لا كانت وما شف له إلا هو وإن يمسكك بخير فهو على كل شيء قدير بغير أحوالنا يقوم لي بغير أحفاء يا بغير أحفاء يا بغير أحفاء يا مانهي يا بغير أحفاء يا بغ، يا بغير أحفاء وأن ترقنا لأن تديننا إلى عدو يتجهبنا أبدا طريب من لكثم أمونا إن لم يكن بك أرض عليها فلا نبادي إن لم يكن بك أرض عليها فلا نبادي والبقاء والبراطيง عنا اللهم اجعلها في البرقاء لذا من مرمونا وسائل ودد المسلمين فرجل الله أحمدنا في رصة والجلاب معنا بها في غصة والجلاب معنا بها في غصة برقب من دار الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اليوم صلينا في مسجد الفاتح في جامع الفاتح صلاة للسلطاء والتي شرعت في جميع مساجد مدينة الباب بسبب يعني معاصي ارتكبناها أنا أو بأنهم وأخرهم بعض المصلين وأخوتنا في مدينة الباب أو بشكل عام أخوتنا المسلمين كان فيه تقصير كان في ارتكاب المعاصية نسأل الله عز وجل أن يمنع عليه برحماته وأن يغدق علينا مبركات السماء وينبت لنا خيرات الأرض ما نزل علينا ألا بزنب وما رفع عنا ألا بتوبة فنت بجميع الله سبحانه وتعالى وهذه الصلاة قد تأخرنا عليها بعض الشيء ولكن الحمد لله رب العالمين رحمة الله سابقة كل شيء أن يمنع علينا الله سبحانه وتعالى من نصاب الجلل الذي وقع فيه مثلا المزارعين والفلاحين بجذب الأراضي الزراعية وتأخير المحاصيل الزراعية بصلاة تأخر مطر نسأل الله تعالى أن يمنع علينا بالفرج القريب إن شاء الله يا جامر القلب الكسير نرفع إليك حالنا يا جامر القلب الكسير يا جامر القلب الكسير نرفع إليك حالنا وما وحال إخواننا برحمة منك يا أرحم الله سمع الله لمن حمده الله 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 سمع الله من حبيب الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله